موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام و اهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين تحالف دعم الشرعية يؤكد استمراره في تدمير القدرات الحوثية كالصواريخ الباليستية ويشيد بانتصارات الجيش اليمني في عدد من جبهات القتال تقرير اقتصادي يكشف عن فقدان الموظف اليمني ثلث راتبه الشهري خلال شهر فقط وتتابعون المنتصر الجيش يخوض معارك في مناطق مفتوحة تحتاج سلاحا ثقلا من العناوين الى التفاصيل حياكم الله لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية واصيب اخرون في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف العربي على مواقع وتجمعات لهم في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وافد مصدر ميدني انه بمقتل ما لا يقل عن تسعة من عناصر الحوثي واصابة اخرين جراء الغارات الجوية لمقاتلات تحالف العربي في نهم وأوضح المصدر ان الغارات طالت مواقع وتجمعات للعناصر الانقلابية في جبال يام بمديرية نهم صدت قوات من الجيش الوطني محاولة تسلل قامت بها عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية الى مناطق محررة في نقيل الصلوب الجنوب الشرقي لمحافظة تعز وقال مصدر عسكري ان الميليشيا حاولت تسلل باتجاه النقيل من عدة اتجاهات الى ان قوات الجيش افشلت كل تلك المحاولات واضف ان مواجهات نشبت بين الجانبين وتمكن الجيش الوطني من صد الهجوم للميليشيا واجبارها على التراجع بعد ان سقط قتلى وجرحى من عناصرها وتدمير اليات قتالية تابعة لها دعا مسؤول اعلام او مسؤول اعلام بجبهة القبيطة محافظ لحق الشرعية والتحالف دعاهم الى سرعة دعم الجيش والمقاومة بالقبيطة باستلاح ثقيل لاستكمال تحرير المديرية التي تخوض معارك شريسة ومتواصلة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال المتحدث باسم جبهة القبيطة عن المنتصر ليمن شباب ان عددا من عناصر الانقلابيين لقوا مصرعهم خلال تصدي الجيش الوطني للهجوم الفاشل واستدراج الجيش لعناصر الميليشيا واطباق الكماشة عليهم مما اوقع عددا من الاسرى في قبضة الجيش فيما لاذ الباقون بالفرار واضاف المنتصر انه ورغم هذا الصمود الاسطوري للجيش في هذه الجبهة المهمة والتي ظلت منسية لفترة من الزمن غير انه اليوم بحاجة الى دعم بالسلاح والعتاد الثقيل ليتمكن من مواصلة انتصاراته على الميليشيا وكسر هجماتها المتكررة على مواقعه واضح المتحدث باسم جبهة القبيطة ان الميليشيا تتخوف من تقدم الجيش الذي حدث مؤخرا في منطقتين نجد قبل ومغنية حيث بات الالتحام قريبا مع اطال الجيش في مناطق الراهدة وجبل حمالة وكرش واضحى ايضا الجيش يخوض معارك مع الانقلابيين في المناطق المفتوحة قال مصدر عسكري ان معارك شريسة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهة قانية الوهبية بمحافظة البيضاء وبحسب المصدر فان الهجوم للميليشيا باتجاه مخابي القردي او القردعي التي حررها الجيش خلال الايام الماضية في منطقة اليسبل الوهبية تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم وسقوط القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا فيما فر من طبق منهم باتجاه الوهبية مخلفين وراءهم جثث قتلاهم فيما استشهد احد افراد الجيش واصيب ثلاثة اخرين قوات محور صعدة تواصل تقدمها الثابت في جبهات صعدة خصوصا من كتاف التي يذكرها اليمنيون كاخر منطقة قاومة الامامة قبيل سقوط الجمهورية وبسيطرة الجيش على دار الحديث في مديرية كتاف ينتظر الشعب بفارغ الصبر لمجا وسائر صعدة فلنتابع كتاف نهاية العام 2013 ميلادية سيطر الحوثيون على دار الحديث فدمروه وتمكنوا بعدها من اسقاط دماغ فسقطت الجمهورية والدولة اليمنية او تلاشت وتمزقت بعد ذلك باشهر قليلة فقط دون مقاومة تذكر الا من استثناءات قليلة لم يدوم الامر طويلا للحوثيين فبعد خمس سنوات فقط من سقوط دور الحديث واقل من سنتين من فتح الجيش الوطني جبهات صعدة سيطر لواء الفتح محور كتاف البقع على دار الحديث المدمر في كتاف واستعادوا اشجان تلك المراكز والسنين التي قضوها هناك بسلام دون ان يؤذوا احد كما تذكروا تماما حجم الظلم الذي تعرضوا له والدماء التي سكبت هناك ولم تجف بعد رغم الدمار ومضي خمس سنوات وجد افراد الجيش في لواء الفتح الذين كان بعضهم ضمن المعارك الدائرة هناك قبل خمس سنوات وجدوا قصاصة اوراق خلفوها ابان حرب 2013 وكما كان لسقوط كتاف ودماء دور حاسم في هزيمة الجمهورية والدولة فان تحرير المعاقل والحواظن السلفية في صعدة وكتاف خصوصا تعني ايضا هزيمة ساحقة على الابواب لمليشيا الحوثيين اليوم في كتافي وارواح الجيش تهفو الى دماء التي باتت اقرب من اي وقت مضى تلك هي حقيقة المعادلة العسكرية الدائرة في كتاف شرقي صعدة كما يقول خبراء عسكريون ولن يقتصر الامر على دماغ فحسب بل صعدة المدينة والريف الجبال والوديان المراكز والقرى وفقا لتعهدات وحدات الجيش التي تقترب في كتاف من دماغ وفي باقم من مركز المديرية وفي الظاهر من جبال مرجانة بحيدان دعا المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ترك المالكي القيادات اليمنية التي لازالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية دعاهم الى التواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لتأمين خروجهم من اي مكان يسيطر عليه الانقلابيون واشار العقيد المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض اشار الى ان قوات الجيش الوطني في اليمن لتزال مستمرة في التركيز على تدمير القدرات الحوثية كالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وقطع طرق الامداد بالتعاون مع العمليات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع واشار المالكي الى التقدم الذي احرزه الجيش في عدد من جبهات القتال في الضالع وفي تعز والبيضاء مضيفا في السياق ان قوات الجيش الوطني والتحالف لا تزال تتمركز في منطقة المنبر بالحديدة وجه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن فيصل حسن نيابة المنطقة بالتحقيق في قضية المتوفي في سجن المنطقة الرائد ضيف الله هرشل وقضى توجيه اللواء حسن بتكليف نيابة المنطقة في محافظة مأرب بتحقيق في قضية وفاة الرائد ضيف الله المطوع المتوفي في السجن ومخاطبة النائب العام بإرسال طبيب شرعي والرفع بما تم وعقد اللواء فيصل حسن اجتماع بمشايخ ووجهاء من قبيلة مراد وأسرة الرائد المطوع وأطلعهم على الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أتلف مشروع مسام السعودي 450 لغما من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عسلان في محافظة شبوة وأشار مدير عام المشروع أسامة القصيبي إلى اتلاف كميات من الألغام والعبوات الناسفة بالإضافة إلى عدد من القذائف والذخائر غير المتفجرة والتي تم زرعها أو عفا نزعها من قبل الفرق الهندسية أتابع لمشروع مسام في مديرية عسلان خلال الفترة الماضية من جانبه أكد العميد أيمن عقيني مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أن الفرق الهندسية لنزع الألغام تمكنت من تأمين مساحات كبيرة في عدد من المناطق موضحا أن فرق نزع الألغام التابعة للمشروع نزعت ما يزيد عن 9 ألاف لغم من مختلف المناطق منذ بدء المشروع في 26 من يونيو الماضي حثى رئيس الجمهورية عبد ربو منصور هادي الحكومة على استكمال تحقيق الأهداف الخمس المتصلة بمعيشة المواطن بصورة أساسية جاء هذا خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء معين عبد الملك ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وبحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح وجدد الرئيس هادي دعمه للحكومة في تنفيذ مهامها وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن والمتصلة بوضعه الاقتصادي وأمنه واستقراره وشدد رئيس الجمهورية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومواكبة متطلبات المرحلة واستعاب تطلعات واحتياجات المواطن وتعزيز العمل الميداني في مختلف المواقع والجبهات لدحر قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة السعودية أوضح تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني أن العملة اليمنية الريال فقدت 44% من قيمتها خلال شهر واحد فقط مما تسبب في تصاعد كبير في أسعار السلع الأساسية في اليمن والتي ارتفعت بمتوسط بلغ 30% وأكد التقرير الصادر عن مركز التراسات والإعلام الاقتصادي أن الموظف اليمني فقد ثلث القيمة الحقيقية لمرتبه الشهري خلال شهر واحد وأكثر من ثلثي المرتب مقارنة ببداية اندلاع الحرب في اليمن في العام 2015 وسجلت محافظة مأرب الأعلى سعرا في المواد الأساسية في حين جاءت العاصمة اليمنية صنعاء في المرتبة الأخيرة وجاءت العاصمة صنعاء الأعلى سعرا في بيع المشتقات النفطية واستوانات الغاز المنزلية وأشار التقرير الذي يرصد أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية والمتغيرات الاقتصادية لا سيما في المدن الرئيسية تحت عنوان أنا جائع إلى استفحال ظاهرة الفقر في اليمن حيث بات أكثر من 5 أو عفا 22 مليون إنسان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وظهرت مؤشرات المجاعة في أكثر من محافظة يمنية بحسب التقرير إلى ذلك هاجم رئيس المجلس الانتقالي الجنبي المدعوم من الإمارات عيد روس الزبيدي رئيس الحكومة المعين حديثا معين عبد الملك وقال الزبيدي خلال لقائه بممثلي الجمعية التابعة للمجلس قال إن الشرعية أتت برئيس حكومة من خارج حدود الجنوب وليس بيده شيء يقدمه مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر كان على الأقل يساهم في حل أزمة المشتقات حد قوله وأشار الزبيدي إلى أنه تم التوقف عن تنفيذ بيان المجلس الذي تحدث عن السيطرة على المؤسسات لأسباب داخلية وخارجية لم يسمها وفي مديرية سحويت بمحافظة المهرة بدأت منطقة عتاب بمدمرة بشكل كامل المنازل والسيارات والطرقات وكل وسائل الحياة تضررت والإغاثة المعدومة إن وجدت فهي تقتصر على سلل غذائية تكفي لأيام قليلة لأسر صغيرة في سيحوت المهرة بدأت منطقة عتاب مدمرة بشكل كامل المنازل والسيارات والطرقات وكل وسائل الحياة تضررت والإغاثة المعدومة إن وجدت فيتقتصر على سلل غذائية تكفي لأيام قليلة للأسر الصغيرة بلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء عن مطرها وغيض الماء وقضي على المهرة كأن الحرب دمرتها فبعد قرابة عشرة أيام من العاصفة المدارية لبان بدت آثار الكارثة تظهر بشكل أكبر من أسوأ التوقعات حيث انهرت الحياة بشكل كامل في منطقة عتاب سيحوت والدمار لم يستثني شيئا المباني الحديثة والقديمة والسيارات غرقت والأراضي الزراعية وأثاث المنازل والممتلكات كلها تعرضت للخراب والدمار بفعل الإعصار ولم تعد المنطقة صالحة للسكن البشري الأضرار هذه البيت هذه حقها أخوي حماد أحمد محمد وأنا ويها مرة وهذه السيارة وهذه السيارة حماد هذه المصدر والوحيد اللي يأكل أسرتها منها رحت السيارة هذه قد دخلت في السيل ولا عاد تنفع موجه ما تشوفوها قد منتهي كل الأتات اللي معانا في البيت خرجنا بيداتنا ولا عاد نبلك حاجة كل ما يوجد في البيت من أتات من ملابس من ممتلكات كلها رحت خرجنا ولا عاد معانا أي شيء رغم الدمار الهائل الذي ضرب منطقة عتاب فإن الإغاثة لم تصل إلى هذه المناطق كما يقول السكان وإن وصلت فهي لا تقدم أكثر من سلة غذائية لا تكفي لأيام قليلة للأسف الفريقة أو السلطة المحلية عبروا من هذه المنطقة يعني لم يهتموا فيها حتى لم ينزلوا عندنا من بداية الأمر نسمع في وسائل التواصل بأن التحالف نزل في المنطقة الفونانية في المدينة الفونانية لكن هنا في منطقة عتاب حتى لم ينزلوا عندها لا ندري ما سبب هذا التجاهل وقبل العاصفة بأسابيع قليلة شهدت المهرة أزمة سياسية خانقة بين المعارضين للتحالف المدافعين عن السيادة كما يقولون وبين الشرعية والتحالف فلما جاءت العاصفة المدارية واحتاج السكان الضحايا إلى قليل من المساعدة لم يجدوا أحدا من ذوي مشاريع الأمس وضجيجهم كأنما جرفتهم السيول باستثناء سلل غذائية قدمها التحالف وعدد من الخيام والأدوية عبر مركز الملك سلمان لا تثمن ولا تغني من جوع ألحقت العاصفة المدارية لوبان أضرارا بالغة في مدينة المكلة بحضر موت في البنية التحتية ومختلف القطاعات خاصة في قطاع الاتصالات التي تضررت بصورة تفوق أضرار عشرة سنوات سابقة فلنتابع التفاصيل في التقرير التالي منتصف أكتوبر كانت حضر موت على موعد مع إعصار لوبان وهي المواجهة الثالثة قلال الستة أشهر الماضية بين الطبيعة والاستعدادات البشرية والتي دائما تخسرها الأخيرة فالأضرار التي طالت البنية التحتية أثبتت العجزة الواضحة في التعامل مع كوارثة من عدم الاستقاة في محافظة إذا سالت وديانها قطعة الطرق الواصلة بين مديريتها وجعلتها تعيش عزلة لأيام لتتعطل على إثرها مصالح كثيرة كان بالإمكان تجنب تعطلها أما قطاع الاتصالات فقد تضرر بنسبة فاقت أضرار العقد المنصري من مجتمع بالنسبة للأمطار جاءت غزيرة جدا وبكتافة وأدت إلى أضرار كثيرة للناس وبالنسبة للمشتشفى ينسينا من المفروض أن السلطة المحلية تعمل جسر معلق لهذا المشتشفى وهي المشتشفى الحيوي بحيث أن جميع المواطنين يقوموا بإسعافهم وفي الوقت الذي تعاني حضر موت من تأثيرات الإعصار لبان انشغلت السلطة المحلية بتقديم العون لمحافظة المهرة المنكوبة وكأن حضر موت قد وصلت للاكتفاء الداتي في جانب الخدمات بحيث أصبحت تلبي نداءات استغاثة المحافظات المنكوبة محافظة المهرة علنت محافظة منكوبة والحقت بها أضرار كبيرة في البنية التحتية وفي الممتلكات المواطنين وكل شيء ولذلك حضر موت تقدم هذه القافلة عسى أن تساعد إلى حد معين في تخفيف الأضرار تخريف المعاناة عن المواطنين هناك التقلبات الحاصلة في المناخ مؤخرا تحتم على المسؤولين إيجاد حلول تتناسب وحجم الأضرار الكارثية فتراكم مياه السيول وانقطاع الطرقات أبرز التحديات التي تحتاج إلى إعادة النظر في التخطيط وهندسة الطرقات بصورة تعكس الجدية في الحد من الخسائر معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلة إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة ولم يتبقى لنا إلا التثير بأبرز العناوين تحالف دعم الشرعية يؤكد استمراره في تدمير القدرات الحوثية كالصواريخ الباليستية ويشيد بانتصارات الجيش اليمني في عدد من جبهات القتال تقرير اقتصادي يكشف عن فقدان الموظف اليمني ثلث راتبه الشهري خلال شهر فقط والمنتصر الجيش يخوض معارك في مناطق مفتوحة تحتاج سلاحا ثقيلا من قناة يمن شباب قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة